آه اليوم ممتر وانا جائع لا اريد الخروج ولا انا اذبخ ما العمل؟ اطلب وجبة جاهزة انلاين على تطبيق ظلم لقد اتيت لتوى الى هذه المدينة ولست على الدراية بالمناطق المحيطة به لكن اريد الشراء كرسي الى اين اذهب تصفح موقع توبا وسيرسل التجر ما تختاره من الكراسي الى منزلك اريد ان اشتري كتاب لكن بسبب الوباه مستحيل ان اذهب الى المكتبة المكتظة عادة بالناس ما الحل؟ جرب برنامج داندان سيسلك الكتاب بعد ساعات فقط السلام عليكم على مدى سنوات العشر الماضية غير التطور السريع للتجارة الالكترونية نمط حياة الناس وكتب اسطورة استثنائية لقطاع التوصيل السريع في الصين وفقا لصحيفة الشعب اليومي الصينية حتى السادس عشر من نوفمبر الماضي قد بلغ حجم عمال التوصيل السريع في الصين سبعين مليار قطع في عام 2020 منتظرا ان يتجاوز بحلول نهاية العام ثمانين مليار قطع مقابل خمسة وستين مليار قطع في عام 2019 وخمسين مليار قطع في عام 2018 في المدن الكبرى مثل بكين وشانهاي يوصل كل عامل ديليوري ما بين مائة وخمسين ومائتي طلبة للمنازل في اليوم ويكسب يوان أو يوناي من كل طلبة أي ما بين ثلاثين وستين دولارا في اليوم خلال سنوات معدودة بنت الشركات الصينية الخمسة العملاقة في مجال توصيل الطلبات شنفون وإندا وشنطن ويونطن وشنطن جيش من عمال ديليوري حسب مكتب البريد الوطني الصيني ازداد عدد عمال ديليوري بنسبة 50% في الفتر من بين عام 2016 و2018 ليتجاوز ثلاثة ملايين عامل في الصين وفقا للمعايير التي وضعتها السلطات الصينية يجب توصيل الطلبة داخل المدينة في غضون 24 ساعة مقابل 72 ساعة إن كانت الطلبة من خارج المدينة وفي الوقت الحالي تم تقصير متوسط مدة توصيل السريع في الصين إلى 48 ساعة وذلك بفضل الخدمات اللوجستية الرقمية والذكية في الصين يحتوي كل طرد على هوية رقمية تمكن الناس من تحديده وتتبعه وإرساله في المخزن هناك روبوتات تساعد العمال في فرز الطرود وقبل النقل توجد البيانات الكبرى التي تسهم في تحديد المسار المثاري وفي مرحلة ترانزيت يتم فرز 76 ألف طرد أوتوماتيكياً في ساعة أما في آخر كيلومتر لتوصيل فصارت التقنيات الجديدة شائعة مثل المركبات الذاتية لقيادة وطائرات بدون طيار والمحطات الذكية طبعاً لا يمكن أن نتحدث عن تطور قطاع التوصيل السريع بمعزل عن حجم انتشار الإنترنت في الصين حتى إبريل 2020 قد وصل عدد مستخدمي الإنترنت في الصين إلى 904 ملايين شخص حوالي 80% منهم يتسوقون على الإنترنت نرحب بكم في الصين لتجربة حياتي فتح صندوق الطرود اشتركوا في القناة